مشهد العزاء ننوه بهذا الخبر وهذا البيان الذي ورد إلينا من رئاسة الجمهورية حيث تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك لما قدمه لوطنه كأحد قادتي وأبطال حرب أكتوبر المجيدة حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والموساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من فبراير لعام 2020 إذن نعيد هذا البيان الذي ورد من رئاسة الجمهورية تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك لما قدمه لوطنه كأحد قادتي وأبطال حرب أكتوبر المجيدة حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والموساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من فبراير لعام 2020